السلام عليكم ورحمة الله في الحقيقة جيت متأخر بسبب أن الخالة توفيت رحمه الله فقدر الله لا أستطيع أن أقوم بنشر أي شيء في اليوتيوب ولا أستطيع أن أتحدث عن أي شيء فالضغط والظروف إلى آخرين لم تسمح لهذا قدر الله ومشى أفعل الموضوع الذي أريد أن أشاركه في القناة الخاصة بي وهي قضية التحديث الذي أصبح الناس يتحدثون عنه التحديث الجديد في تحقيق الربح يعني أصبحت هناك شروط جديدة لتحقيق الربح في اليوتيوب وفي الحقيقة هذا الشرط عدد كبير جدا من الناس يسألونه في اليوتيوب وفي تعليقات هل إذا كانت لدي مخالفة في الفيديوهات هل سوف يتم تحقيق الداخل أم لا هل إذا كان عندي مشكل أو إنذار أو مخالفة في إرشادات المنتدى هل سوف يتم تحقيق الداخل هل نكتفي فقد ربعة لف ساعة وألف مشترك فاليوتيوب قدمت حلا أنا بالنسبة لي حل رائع حل مناسب طرفي ما يجب عليك فعله وما لا يجب عليك فعله بمعنى أنا سابقا إذا أردت أن أرسل طلب تحقيق الدخل في اليوتيوب أجد فقط في البداية ربعة لف ساعة وألف مشترك ثم أقوم بطلب تحقيق الدخل ثم أنتهي من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ربما لا يتم الموافقة بسبب إرشادات المنتدى أو بسبب شيء آخر ولكن الآن اليوتيوب أضافت شرط ثالث واضح وضوح الشمس وهو إذا كان باللون الأخضر فتوكل على الله قم بطلب تحقيق الدخل وإذا كان باللون الأحمر المكان الثالث فيجب عليك الانتظار حتى تنتهي تسعين يوم لماذا بالضبط؟ اليوتيوب أضافت شرط لتحقيق الربح بمعنى في ذلك المكان الثالث يدل على أنه لديك انظار في إرشادات المنتدى إذا كان لديك انظار في إرشادات المنتدى فلا يمكنك طلب تحقيق الدخل إذا ظهرت لك باللون الأحمر فيجب عليك أن تتوقف حتى تنتهي هذه المخالفة أو الانظار في إرشادات المنتدى والذي يأخذ منك تسعين يوم في الحقيقة أمر معقد أن تنتظر تسعين يوم فهي ثلاث أشهر ولكن هذا شرط لا بد منه ولا تتحدث اليوتيوب عن تحذير إرشادات المنتدى لأن هناك تحذير وهناك انظار التحذير يكون مرة واحدة يعني التحذير الأول يبقى دائما أو إلى متى يتم نزعه الله تعالى أعلم ولكن الانظار هو الذي يتم احتسابه عليك يعني إذا ارتكبت مخالفة في الأول في إرشادات المنتدى فيسمى تحذير تنبيه أما إذا قمت بإعادة مشكلة إرشادات المنتدى أو مخالفة في إرشادات المنتدى فيسمى إنظار الأول فإذا كان لديك إنظار أول فلن يتم تحقيق الدخل حتى ينتهي في تسعين يوم وإذا ارتكبت الإنظار الثاني فيجب عليك الإنتظار تسعين يوم وإذا ارتكبت الإنظار الثالث في تلك تسعين يوما فرحم الله الحساب الخاص بك إذن الشرط الأول من أجل تحقيق الريح في اليوتيوب يجب عليك أن لا تخالف سياسة اليوتيوب ثاني شيء يجب أن يكون البلد الخاص بك مؤهل لتحقيق الريح في اليوتيوب لأن هناك بعض البلدان غير مقبولة في الأدسنس وسوف أشارك معكم جميع السياسات في أسفل هذا الفيديو الشرط الثالث أن تكون لديك أربعة لف ساعة والشرط الرابع أن تكون لديك ألف مشترك والشرط الخامس أن تمتلك حساب أدسنس أو تقوم بإنشاء حساب أدسنس والشرط الأخير وهو أن لا يكون لديك مخالفة أو إنظار في إرشادات المنتدى وهذا هو التحذير الجديد وأتمنى التوفيق للجميع وأعتدر على هذا التأخر قدر الله ما شاء فعل ونسأل الله العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته